سننوح لموجز مع هالة تفضلي هالة شكرا بسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش وموجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة جذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية مشددا على ضرورة عمل أبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات وأشهر رئيس السيسي إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتشكا يصل إلى مليون فدان مشددا على ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مغزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الرأي الحديثة قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إن الجلسة الأولى للمحور السياسي كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تناقش النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وذلك بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدا من بينهم 33 شهيدا في العضوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السرية في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج كما نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له على أن لا يشمل القرار المرتبات وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كان قد أعفى محافظة البنك المركزي حسين يحيى من منصبه وعين برعي الصديق أحمد محافظا جديدا للبنك تتواصل عمليات فارز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في تركيا وذكرت وكالة الأنضول الرسمية التركية أن الرئيس رجب طاي بردوان حصل على 49.4% من الأصوات بينما حصل كمال كليجدار أغلو على 45% بعد فرز نحو 99% من الأصوات وحال عدم تمكن أي من المرشحين في تأمين ما يكفي لتأكيد فوزه في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية في 28 من الشهر الجاري وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فقد أظهرت النتائج الأولوية بعد فرز 98.28% من مئة من الأصوات تقدم تحالف الرئيس أردوغان بحصوله على 322 مقعدا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد دعا الرئيس الفرنسي مانوال منخان ونظيره الأوكراني بلورمير زيلانسكي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وذكر بيان المشترك صادر عن الرئيسين بعد لقائهم في باريس اعتزام فرنسا تقديم عشرات المركبات المدرعة والذبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال فشل الكونغرس في رفع حد سقف الدين من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن يكتمع مع زعماء بالكونغرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين وعرب بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق ويصير الجمهوريون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31.4 من 10 تريليون دولار يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق ورياضيا تويج برشلونة بلقب الدور الإسباني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه إسبانيال بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة والثارثين من المسابقة وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مقابل 71 نقطة لغريمه ريال مدريد الثاني قبل أربع جولات على نهاية الليجة لأضمن فوزه باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019 في المقابل زادت مهمة إسبانيال في البقاء بدور الأضواء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير انتهى موجز الأنباء وعودة إلى بسانت ومصطفى لاستكمال الحوار هنا من ستوديو صباح الخير يا مصر عودة لكم مصطفى وبسانت شكرا لك يا هاري ترجمة نانسي قنقر